أولاً إيران لقد حصلت على لقب واحدة من أكبر منفذي عقوبة الأعدام في العالم وبالتالي هي حصلت على الجائزة الأولى وطبعاً هذا كلام تهكمي تحية لك وللسادة المشاهدين نحن أمام نظام قمع يمارس الإرهاب بحق الشعوب الإيرانية وهو يمارس الإعدام خاصة بحق المنتمين للأقليات المعارضين لهذا النظام الأكرار، البلوش، الأهواز وأي أقلية تحاول أن تقول لا لولاية الفقه وهم يستخدمون تهم منها الكفر والفساد في الأرض يعني أصبحوا هم بهذا النظام يمثلون الله على الأرض وهم يقررون إذا كان الله راضي أو غير راضي عن أي شخص وطبعاً رضا الله وعدم رضا الله يستند إلى مدى قربك أو بعدك عن هذا النظام وهم أيضاً يتهمون الأشخاص بالمخدرات ويحاولون من خلال لعبة المخدرات التي هم يزودون السوق بها وهم ينشرونها بقلب السوق وهم يعطونها للناس ليطعطوها ويبيعوها بقلب السوق ويستفيدوا من إراداتها يستخدمون نفس التهمة لتنفيذ الإعدام بحق الناس وبالتالي نحن لسنا أمام دولة تحترم نفسها وتحترم مواطنيها وتحترم أي شيء اسمه حقوق الإنسان وحتى أنه بعد مجيء الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان إلى الحكم يعني هذه 87 الشخص أعدموا من بعد مجيء مسعود بزشكيان وخلال شهر واحد فقط وحتى أنه 29 منهم في يوم واحد بالتحديد يعني صراحة هو عدد مفزع وكبير جدا أعود إلى الرئيس الجديد هل تعتقد أنه مهما تغير الرؤساء في إيران تبقى السياسة والاستراتيجية هي واحدة ويبقى الخميني أو الخط السائد في إيران يعني مجيء بزشكيان لن يغير شيء عفوا سيدتي لماذا أنت تعتبر أنه بزشكيان هو حالة استثنائية في هذا النظام؟ هو ابن هذا النظام لأنه في أثناء الترويج للانتخابات كان هناك تتذكر أنه الخطابات أنا أتذكر جيدا بدي أنت تتذكري هو أول جملة قال أنا أنت بي لولاية الفقه ماذا يعني الانتماء لولاية الفقه؟ الالتزام بما يقوله خامنئي وبما قاله قبل منه خميني وخميني مارس نفس الممارسة بحق الإيرانيين وقمع كل المعارضة الإيرانية بوقته إذا بتتذكروا وقام بأكبر حمل التصفيات وإعدامات بهذاك الوقت سواء بحق الكرد أو المجاهدين الخلق أو كوملة أو اليسار الإيراني لم يستسني أحد الخميني بوقته والآن هذا النظام نفس الشيء يذهب بازرشكيان يأتي مسعود يذهب مسعود يأتي سعيد يذهب سعيد يأتي أسعد تبقى السياسة هي هي تختلف فقط الأسماء لا يمكن لأحد أن يتحكم بهذه الأمور الحرس الثوري هو الذي يأخذ القرارات وهو الذي ينفس الرئيس في إيران واجهة لا تحكم إذا ما ذهبنا إلى المجتمع الدولي الأمم المتحدة اليوم ما دورها الجمعية العامة ما دورها الكل يندد بهذه العقوبة في إيران ولكن لا يوجد أي تحرك للسعي للضغط على السلطات أو الحكومة في إيران لتغيير أو إلغاء هذه العقوبة أولا على هذه المنظمات الدولية وخاصة أوروبا وما تمثل أوروبا أن تقرر ماذا تريد من إيران هل تريد أن تساوم إيران وتتفاهم مع إيران وتنفذ مع إيران اتفاقات نووية وتمرر لإيران كما فعل أوباما ومن بعد أوروبا كل المليارات لتستخدم إيران بالإرهاب أم يريدون محاسبة إيران إذا أرادوا محاسبة إيران أهلا وسهلا تفضلوا الساحة موجودة قوموا بأي شيء زيادة عن التنديد ما فيه ربما هي مساومات اليوم التي يعاني أفوان أقول ربما هي مساومات يعني يحصلون على أوراق ضد إيران ولكن تستخدم هذه الأوراق ليس لصالح الشعب الإيران وإنما للمساومات ما فيه غير المساومات ما فيه ما فيه لا محاكمات ولا مطالبات من النظام الإيراني بأن يتنازل والشعب الإيراني متروك لمصيره لوحده هو من ينطفض وهو من يقرر وحتى عندما ينطفض الشعب الإيراني كما حصل بوقت محسى أميني وقبله لا يجد أي دعم ولا يجد أي إسناق ويترك لمصيره وينظر العالم إلى النظام الإيراني يقمع الشعب الإيراني دون أن ينبز بشفها دون أن يقول أي كلمة لأنهم يريدون أن يتفاهم عن النظام الإيراني ولا يريدون أن يحاسبوا النظام الإيراني نعم جزيل الشكر لهذه المداخلة معنا وهذا التحليل من روما مسعود محمد محلل سياسي ومدير موقع أخباركم أخبارنا في إيطاليا